والإسماعيلي أنا هنستمراره بالدوري برحيل لجنة الحكام يا جماعة طالما الزمالك والإسماعيلي وده يعني طالما الأندية كبيرة عندها مشكلة مع لجنة التحكيم أو لجنة الحكام أنا معرفش هل يعني لما تلاقي نادي زي الزمالك وتلاقي نادي زي الإسماعيلي وقبلهم كان الأهلي بيتكلم عن الحكام إذن عندنا مشكلة يعني هل في حد في مصر مش واخد باله ان احنا عندنا مشكلة في التحكيم هل في حد في مصر مش واخد باله ان التحكيم عندنا بيمر باسوأ مراحله ليه انا شخصيا مش عارف يعني انا اتكلمت كل الخبر اتكلمت معهم كتير جدا الجماعة هو في ايه يعني قد يكون نقص الياقة بدنية قد يكون حالة نفسية مش عارف الحقيقة اتكلمت في كل حاجة اتكلمت في حاجة كتيرة جدا لكن معرفتش اوصل لايه الحكام نفسهم بينهم وبين بعض لما يبقى فيه فريق دايما كده فريق نادي الاهلي فريق نادي الزمالك فرقة كبيرة لما بتتغلب مطشة او حاجة بتلاقي اللعبة بتلم بعض بعيد عن المدربين ويعودوا يتكلموا ويحفزوا بعض ليه لا الحكام محتاجة كده خلال الفترة اللي جاي محتاجة تحفزهم فنيا جوه الملعب فنيا الاول جوه الملعب وبعد كده اعمل اللي انت عايزه انا من وجهة نظري بعد مباراة مبارح انا شايف ان كل الحكام بتخطئ شايف ان ابراهيم نور الدين عمل مباراة جيدة جدا من وجهة نظري انا باستثناء ضربة الجزاء لكن هو من وجهة نظر ان هو شافها شافها ان هي ضربة جزاء حسبها نختلف في وجهات النظر مفيش مشكلة نختلف في وجهات النظر انا وجهة نظري ان هي ما غيرتش اتجاهها اللعب يعني اللعب وا cosmetic فيعمل ايده كده كرة جاية يعني محمد هاني عدى كده وبينعب بالعرض فاللعيب عمل ايده كده فجات في ايده يعني هو اللعيب عمل ايده كده يعني بيعمل ايده كده فجات في ايده انا من وجهة نظري مغيرتش اتجاهها وتكملت اللعبة عادي انا فجأت انه حسب الدارب الجزاء الحقيقة لكن الكابتن ابراهيم نور الدين حكم المباراة شاف ان هي دارب الجزاء ايه المشكلة انا وجهة نظري مختلف عن وجهة نظره هو حر وانا حر ولكن نختلف باحترام مش بقلة ادب وانا كمان الحقيقة النهاردة من شوية قريت قبل ما ادخل مع حضراتكم ان نادي الاسماعيلي بيأت راجع عن حاولوا تجبرنا حد يا جماعة من نادي الاسماعيلي يا محمود حاولوا تجبرنا حد من نادي الاسماعيلي